رجعنا لكم وفقرة جديدة فقرة مهمة اعتقد البعض ممكن يجذب على نفسه يجذب على جمهوره يغير حقائق كل ده يخصه ولكن انك تجذب في تاريخ النادي الاهلي ده اللي لا يمكن يحصل ولا يمكن يقبل به اعلام النادي الاهلي ولا يمكن يطرق البعض وهو بيطلع بوسائق انا اسف هي ملهاش كلمة واحدة غير مزيفة ويرسق بيها ويوسق بيها تاريخ غير حقيقي وكمان البعض بيحاول انه هو يوسق شيء من العدم والبعض كمان بيجذب على نفسه قبل ما بيجذب على الناس وفيما يخص حقوق النادي الاهلي الكذب معانا ملوش مجال وملوش رجلين بجد نيجي بقى للمثال الحي على تغيير التاريخ نادي الزمالك كان بيحتفل منذ ايام بالفوز على النادي الاهلي بسوداسية شهيرة كانت في كأس مصر بنتيجة 6-0 حقك فيش مشكلة انت صارتك قليلة وبتفرح بيها تمام فرصة ما ينفعش تفوتها برضو ماشي انما اللي مش ماشي واللي مش تمام ان انت وانت بتعمل ده تغير التاريخ تعالوا نطلع ونشوف خالد الغندور قال ايه ونرجع نعقب على التاريخ الحقيقي مش التاريخ اللي هم عايزيننا نشوفه بيحين ذكرى فوز النادي الزمالك في ذاك الوقت كان اسمه نادي فاروق على النادي الاهلي بنتيجة 6-0 في نهاي كأس مصر ودي كانت اكبر نتيجة ما بين الفرقتين اكبر نتيجة ما بين الفريقين يعني اكبر نتيجة تحدث في تاريخ لقاء الفرقتين هو نتيجة 6-0 سنة 944 من 76 سنة الكلام اللي بيقوله خالد الغندور بيتنقله سنة بعد سنة كلام ده كان السنة اللي فاتت قال برضو كلام السنة دي وحاولوا تربطوا معايا التوقيتات لان هي اللي مهمة جدا توصلنا للهدف من الفقر طيب الوثيقة اللي اتعرضت دي كان بيعرضها كابتن خالد الغندور عشان يوثق بيها الفوز ده طيب بعيدا بقى عن الوثيقة اللي حنقف عندها كويس قوي هو فعلا الزمالك حقق اكبر نتيجة تاريخية في نهاية الكأس ده بالفوز على النادي الاهلي 6-0 ولا النادي الاهلي كان ليه فوز قبله هو ده اكبر نتيجة مسجلة ما بين الفريقين واول اكبر نتيجة بين الفريقين موثقة ومسجلة هي نتيجة فوز النادي الاهلي على نادي الزمالك 6-0 موسم 25-26 دوري منطقة القاهرة وهو المسابقة اللي بتوازد دوري المصري وقتها قبل بدايته في موسم 49 كان فيه دوري منطقة القاهرة فاز النادي الاهلي على نادي الزمالك 6-0 يعني حتى دي كانت البداية عندنا احنا حتى دي كانت البداية من النادي الاهلي مفيش حاجة تعتقد للحظة ان انت تقدر تسبق النادي الاهلي فيها وعلى فكرة الكلام مش مرسل زي ما انت بتعمل بوثيقة غير حقيقية حنقف عندها كتير لان دي مش اول مرة الكلام على لسان مؤرخين زي ما الكوية هم اللي اتنين اتكلموا عن فوز النادي الاهلي بنتيجة 6-0 كأعلى نتيجة بين الفريقين حقاها النادي الاهلي اولا نطلع ونشوف التاريخ الحقيقي مش التاريخ اللي بصائق مضروبة نطلع ونشوف الفيديو يعني يمكن الناس عارفة انه فيه 3 ستات حصل الستاتين طوال الزمالك في الاربعينات والستة طاعت الاهلي في الالفنات لكن فيه حاجة تانية قابلهم او الحقيقي فيه موسم 25-26 في دوري القاهرة والحقيقي مكنش عارف حقيقي ان المباراة دي هات لغاية ما كنت بدور في دور الكتب فيه جريدة اسمها الالعاب سانة 26 وجريدة حتى ما كنتش كاملة ولكن وجدت في احد اعداد الجريدة جدول بالنتاج مباراة الفرق مع بعض في دوري القاهرة ففجيت ان الاهلي غلب الزمالك ستة صفر في احد المباراة في العشرينات في العشرينات في العشرينات موسم 25-26 خاولت ان انا اوصل لأي تفاصيل زيادة مين نسجل مين عمل مفيش حاجة اي حاجة تاريخ المباراة مفيش خالص ويبدو من الجرائد في الوقت اذا ما كانتش بتتم قوي بالموضوع الاهلي والزمالك وكانت بتتم اكتر بحسين حجازي ابو كرة مصرية انا زمالكوي جدا 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 بس لازم الحق يقال ان في بعض المورخين اللي احنا بنتعلم منهم زي الأستاذ خالد والدكتور طارق والناس دي اكتشفوا في دوري القاهرة اكتشفوا ان في مباراة في دوري منطقة القاهرة كانت في موسم 25-26 انتهت بسوداسية لنادي الاهلي ولكن للأسف لا يوجد معلومات مين اللي احرز الاهداف هي كانت في الدور الاول والاهلي هو اللي قادل بطولة ساعتها ده او في دوري 25-26 كان حسين حجازي بالرجالة بتاعته موجودين في النادي الاهلي وقدروا يكسده في المباراة دي 6 صف ويمكن انا اعتقد والله اعلى وعلم ان المعلومة دي اول مرة تسكر انا الشاشة اه رغم ان انا زمالكاول بس انا حبقى محايد جدا في الموضوع ده ولازم يقول انه اللي علينا الاهلي فاز على الزمالي بستة اهداف بستة اهداف غير الستة واحد طبعا المعروفة للجميع يا اخي حتى دي ما انتش قادر تتفوق على الاهلي فيها حتى شعورك بان انت متفوق علي وسابقني فيما يقص الفوز بستة صفر على النادي الاهلي فيه اتنين ستة الف تسعمية اربعة اربعين برضو دي مش اول تفوق ولا انت قادر تسبقني فيها لان النادي الاهلي بشهادة سناء زمالكاوي فاز عليك ستة صفر في دور منطقة القاهرة الف تسعمية خمسة عشرين الف تسعمية ستة عشرين لحد هنا انت فتحت لنا باب كويس اوي وبما انك اتكلمت على النتائج التاريخية اعتقد انت رحت في حتة صعبة اوي لان احنا محتاجين نستعرض النتائج التاريخية للنادي الاهلي في مواجهة نادي الزمالك ستة صفر مرة الف تسعمية خمسة عشرين ستة عشرين والستة واحد اكيد الشهيرة في الفين واثنين ولكن ما كانش ده بس خمسيات النادي الاهلي في شباك نادي الزمالك نستعرضها نستعرضها عندنا تلت خمسيات في شباك نادي الزمالك اكبر نتائج بخمسيات الف تسعمية تلاتة وسبعين الف تسعمية تلاتة وسبعين لها الف تسعمية تلاتة وسبعين النادي الاهلي ف شباك شباك نادي الزمالك ه opp عشر AT 35 صفر التلات خماسيات دول حصلوا خلال قد ايه سنة وشهر وسبعتاشر يوم يعني كل ما كنت بتحاول تفوق من خماسية تلاقي التاني كل ما بتحاول تفوق من التانية تلاقي التالتة سمعت عن دربي في فريق خسر من فريق تلات خماسيات في سنة وثلاث شهور اظن صعبة قوي اظن مش هتلاقيها اظن لو حنحط التاريخ قصاد التاريخ الموضوع حيبقى صعب عليك بس مش ده بس لو استعرضنا على فكرة انت بلا اي خماسيات امام النادي الاهلي في المباريات الرسمية تعال بقى نستعرض الرباعيات رباعيات النادي الاهلي في شباك الزمالك وهي ملاحم رباعية نستعرض التصميم 11 مرة فاز النادي الاهلي على الزمالك في المباريات الرسمية برباعية مقابل رباعية واحدة فقط للزمالك 11 مرة 1930 و1937 و1937 53 و1960 1941 54 78 2004 2017 2013 11 مرة النادي الاهلي بيفوز على نادي الزمالك بربعية اي تاريخ ممكن تزهو بيك اهلاوي وانت بتتكلم عن 11 ربعية في ديربي انا اسف ما يسمى بالديربي او بمعنى اضق ما يسمى مجازا بالديربي يعني الديربي المزعوم 11 ربعية و3 خمسيات وسداسياتين اعتقد كان مهم جدا توصيق ده بما انك اتكلمت عن اول نتيجة بس الحقيقة لو انا هتكلم معاكم عند النقطة دي بس كان الامر بقى سهل كتير جدا نسبيا وكان الموضوع ما بقاش فيه مشكلة وهو ان حد بيقول نتيجة اخفل فيها نتيجة قبلها للنادي الاهلي فرضينا ولكن ان انت تعرض وثيقة غير حقيقية ثم تتحدث عن من يزورون التاريخ هنا الموضوع يستدعي وقفة وفي الاحتفال الاخير بالسوداسية اللي كان بيتكلم عليها كابتن خالد الغندور ظهرت وثيقة على الهوى عن فوز نادي الزمالك بسوداسية تعالوا نشوف الوثيقة وتعالوا نشوف كابتن خالد وضيوف وقالوا ايه عن تزوير التاريخ وتعالوا نرد رد مهم جدا عشان نعرف التاريخ ازاي فعلا بيتزور نطلع ونشوف الفيديو اما ييجي يسكر الموضوع 6-0 ده فيقولك انت لسه فاكر يا عم ده سنة 1944 متاس فاهم قصدي معاين انت موضوع 6-1 ده من 30 سنة بطول وما جدا انا في البداية وكل ما قلت ايه كمان اما ييجي نتكلم على النظر القرن يقولك يا عم انت لسه فاكر ده من 20 سنة يا عم لكن من 30 سنة لا عادي يعني فالمطش ده على ارض الواقع الناس بتقول مش حقيقي الناس بتقول بتشكك في هذا اللقاء ناس تقولك ده النادي الاهلي كان بيلعب بناشئين ده كانهم سافرين فلسطين ومعرفش واتمنعوا كلام كتير فبالتالي التاريخ اتكتب ان فيه فوز ما تجيبولنا الجرنام كله على الشاشة التاريخ تعرف ان فيه مرة معلق فيه مرة معلق وشهير مش عايز اقول اسمه يعني اه وشهير ان هو شاطر في المعلومات يعني كده قالك على فكرة سنة ما اتمعرفش 1900 وكام حاجة وتلاتين والحاجة عشرين الزمالك الاهلي فاز على الاهلي 9 صفر الزمالك فاز على الاهلي 9 صفر اه الاهلي فاز على الزمالك 9 صفر وابتدى يكون فيه تزوير في الصفحة يعني فهم جرافيك يعني جرافيك كده اه وتزوير في الصفحة وابتدى هو يؤكد الخبر فطلع الكابتن حسن المستكاوي كابتن حسن المستكاوي على فكرة رجل اهلاوي يعني اهلا اهلاوية وصحفي كبير يعني فجابوا له اللي بتاع فقال لك كلام ده مش حقيدي مزورة وعمر ما ده ما حصل في التاريخ يعني يعني دي فقرة اتمنى كل حد معني بالاعلام الرياضي يتفرج عليها لان هي لو حصلت في اي مكان اعلاميا كفيلة بين الشخص اللي حنعرض له الحاجات الجاية دي يطلع يعتذر على الاقل ويقول انه هو عمل تصرف مكان ينبغي ان يفعله عن عمد وهو تعال اقول لكم الاول الصياق بتاع الفيديو ده كابتن خالد الغندور بيتكلم عن الفوز اللي بيقول اصل الناس بتقول ده من كام سنة اصل الناس بتقول مفيش اخبار عنه اصل الناس بتقول ان مفيش حاجة تثبته على فكرة انا بقولك الفوز ده حصل فعلا ولكن انت عشان تثبته عملت ايه عملت جريمة مهنية وعلى فكرة انا لاقوا بالغ في الوصف ولما تتفرجوا على الفقرة ده لا اي حد بيقيم مهنيا يحكم اللي حصل ده جريمة مهنية ولا لا ايه اللي حصل كابتن خالد الغندور عرض وهو شغال عشان يوسق الخبر صورة مضروبة صورة مزيفة عن الفوز بالسوداسية وعشان خطر هو شايف ان ما فيش حاجة توسق الخبر زي ما قال والناس بتقول من زمان وفيش حاجة صورة ليه او بتاع فحب يفبرك حاجة وتظهر على الشاشة كوثيقة تفضل تتناقلها الناس الاغرف ده وهو بينهي الفقرة يا جماعة المش قادر اتخيل درجة ان حد ممكن يعمل كده اتكلم عن ان النادي الاقل يفاز على نادي الزمالك بسبعة وتكلم ان اللي قال كده بالدعاء ضرب وزور فوتوشوب او عمل حاجة جرافيك عشان يثبت الفوز ده وقال ده ان ده شكل من اشكال التزوير هو اللي حكم وهو اللي حط المعيار طيب انت ممكن تيجي تقول اصل اللي اتعرض على الشاشة والوثيقة اللي اتعرضت دي هو ما كانش واخد باله منها هو شغال على الهوى وحاجة ظهرت وان كان ده مهنيا مش مظبوط ولكن نعفيه منها طب تعالوا نشوف اولا الوثيقة اللي ظهرت دي هو فعلا ما كانش قاصد ان هي تتعرض ولا يعرفها ولا نزلها في بوست بنفسه على صفحته على الفيسبوك نستعرض الوثيقة اللي نزلها على صفحته وبيقول قضى النتيجة في لقاء الفريقين فوز الزمالك بستة نسبنا من المكتوب ده لانه لا يعنينا ولا يهمنا في شيء ولكن نتيجة ستة صفر المختلط صحق الاهلي نرجع بقى هنا عشان نرد رد مهم جدا اولا ده مستحيل يكون لوجو الاهرام اللي موجود في 1944 ثانيا انت انا هستخدم لفظ جاية شوية ما عندكش ضراية بتاريخ نديك وده عيب وده يعيبك قوي لان في 1944 كان قريدي نادي الزمالك ما بقاش اسمه المختلط وكان اسمه نادي فاروق اذا انت بتستشهد بوثيقة لو انا عندي بديهيات المعرفة بتاريخ ندية مستحيل حكون عارف ان هي صحيحة ننشر الخبر المهم جدا اللي بيأكد ان نادي الزمالك قبل 1944 ما كانش اسمه نادي المختلط لان في 26.641 نادي فاروق الاول تحت شعار نادي فاروق الاول تفضس صاحب جلالة الملك واصدر امره الكريم بالموافقة على تسمية نادي المختلط للالعاب الرياضية بنادي فاروق الاول هنا نرجع ونقول ان اولا الوثيقة اللي اتعرضت بنشرح لكم انتم كجمهور ليه مستحيل تكون صح طيب حتيجي تقولي هو في البرنامج اعرضها وهو مش عارف وهو على فيسبوك نزلها وهو مش عارف ممكن كمان اروح معاك لحسن النواية اوي ده وان كان انت عارف الشخص كويس وعارف منهجه ولكن تعالى هاقر معاك للحظة انه هو مش عارف ان الوثيقة دي غير حقيقية طب تعالى بقى نشوف فيديو مهم جدا انه هو فعلا كابتن خالد الغندور وكل المعنيين بالاعلام والمهنية يقفوا عنده لان صعب اوي تطلع وصيق انت عارف ان هي مش حقيقية وتتحدث ان هي حقيقية كابتن خالد الغندور عارف ولا مش عارف نشوف الفيديو ده اللي كان من سنة في ذكرى برضو الفوس بالسوداسية ونرجع نكشف الحقائق مش بس نعقب نطلع للفيديو نادي فاروق او نادي زمالك حاليا فاز بهذه المباراة 6-0 طبعا معانا الاستاذة مصطفى هلش الناقد رياضي يحكي انه ظروف هذا اللقاء لانه من المؤرخين والمتابعين الجيدين للقاءات نادي الزمالك الفاروق سابقا استاذ مصطفى ازاي حضرتك اهلا مصطفى كابتن خالد التحيات لحضرتك ولكل جمهور الزمالك اتفضل في البداية بس اتفضل ان الاسكرينة اللي ظهرت في الاول باسم المختلط اه دي مش مش من انا بعيدكم دي حاجة يعني كانت بتتدول زمالك على سوشيال ميديا وغير صحيحة تمام لان الزمالك كان اسمه فاروق من سنة 41-44 صحيح اما انا قلت الكلام ده فاروق فاضل تمام احنا متخيلين الموضوع وصل ليه الفيديو ده مش بتاع الحلقة اللي فاتت ده فيديو من سنة لما عرض فيه نفس الوثيقة من سنة دخل عليه ناقد رياضي قاله الصورة اللي ظهرت دي غير حقيقية فارد قاله انا عرفت واعتذرت بعد مرور سنة خالد الغندور هو هو نفس الشخص اخذ نفس الوثيقة عرضها في برنامجه ونزلها على صفحته هل الشخص اللي دي ضوبته ومعييره المهنية ممكن انت تقبل منه اي شيء على انه هو تتوسم فيه الحقيقة او المعيير المهني مستحيل اللي حصل ده وعرض وثيقة سبق له ان عارف ان الوثيقة غير حقيقة ومزورة واسراره على عرضها يستدعي وقفه من المعنيين بالاعلام الرياضي خصوصا ان فيه حق للنادي الاهلي لو انت بتتكلم في شيء يخصك فده حقك وبتعمل ده كتير اوي في اللي يخصك انما اللي يخص النادي الاهلي لا يمكن نقبل انك تدعي على النادي الاهلي خصوصا ان انت شفت ان الناقد الرياضي اللي عرض فوز النادي الاهلي بسبعية وعلى فكرة يا غير صحيحة انه هو عمل حاجة جرافيكس ومزورة وانه ما كانش ينفع اخلاقيا يعمل ده ده كان معيارك انت كخالد الغندور وبمعيارك انت كخالد الغندور اقلب الكلام وحوله عن نفسك عن الصورة اللي انت عرضتها هتعرف انت عملت ايه طب ازيتكم من الشعر بيت هل دي صابقة من نوعها بعد ما تأكدنا ان ما فيش اي حسن نية ليها تخلينا نقول ان الموضوع يا جماعة غلطة وتعدي وان كان الغلطات في حق تاريخ النادي الاهلي هنا مش هتعدي على فكرة بس نتكلم بشكل عام هل هو غير معتاد على ده نشوف كابتن خالد الغندور وهو بيتحدث عن مظلومية نادي القرن في حضور فيكين جزم جيان اللي هو بيعمل داخل التعادل افريقيا لسنوات وبيعرض معاه وثيقة ايضا غير حقيقية بالمرة وبيتكلم عنها وبينسبها لجهة هي ليست صاحبة الوثيقة بما يؤكد ان ده منهج اعلامي يستدعي وقفة ووقفة شديدة نطلع ونشوف الفيديو ونقول لكم ازاي ده بيتكرر بعيدا وما زال الحديث بقية اقول لكم حاجة مهمة اوي يمكن جبت صورة منها وده انفراض لبرنامج زم الكاوي المستند ده الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم بعته للاتحاد المصري لكرة القدم سنة 2000 عشان يعلموا بان الزمالك على قمة الفرق الافريقية بعدد بطولاته اهي وانتوا شايفينوا على الهواء مباشرة انا هو صورة فاكس الفيفا هو الزمالك طبيعي ومنطق الفيفا مالوش يعني تفاصيل داخل اتحاد افريقيا الفيفا بيرى ان مين اكتر فريق واخد بطولات فبعت الفاكس ده للاتحاد المصري لكرة القدم دكتور فيكن بيقول ان دكتور مصطفى مراد فاهمي يعني هو اللي حط المعايير وقد يكون باخذ رأي كاتن عبدو صالح الوحش اللي هو رئيس اللجنة الفنية لاتحاد افريقيا في ذاك الوقت الفاكس ده وصل الاتحاد المصري لكرة القدم سنة 2000 للرجوع سنة 2000 كان مين ساعتها رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قيل لي ونتأكد ان 1999 مصري اتغلبت من السعودية خمسة في كاس القرات مع الكابتن جوهري مطارت تقريبا حازم وعب سطار تقريبا وبعديها تم حل مجلس ادار اتحاد الكرة مصري وجاء كابتن عبد صالح الوحش بالتعيين سنة 2000 ووصل كابتن عبد صالح الوحش هذا الفاكس الذي لم يظهر للنور بعدها بشهور تم الاعلان عن من هو نادي القرن في افريقيا دكتور ارجع لحضرتك يمكن معاك المستند ده حضرتك تترجمه لي معلش يعني المستند ده نحن نتحمل مسئوليته يعني لكن حضرتك انا عرام غير ما تحمل مسئوليته حضرتك يرام لأنه هو باللغة الانجليزية اكد فيكين ان هو هيقرأ المستند على مسئوليتك ليه؟ لأنه ببساطة عارف ان ده مش خارج من الفيفا الوثيقة ايضاً اللي عرضت في قضية نادي القرن هي وثيقة منسوبة للفيفا وكابتن خالد الغندور قال انه بيتحول مسئوليتها مين اللي حسبه؟ على انه عرض وثيقة لا تنتمي بأي شكل من الاشكال للفيفا الوثيقة دي يقدر اي حد يفتح موقع ر اس اس اف الموقع ده معني بالاحصائيات بيعمل فيه ناس هو وهو كاتب انه بيقبل المتطوعين وبينزل تقييم للاندية وفقاً لمعاييره مفيش مشكلة هو حط المعيير في نهاية قرن العشرين البطولات وحط نادي الزمالك اول ده شيء لا يعنينا اطلاقاً لانه بيختلف عن معايير النقاط التراكمية لنادي القرن في افريقيا ومع ذلك هو عرض ده على اعتبار انه وثيقة للفيفا هل يتخيل حد حجم التجرؤ في عرض وصائق معروف مسبقاً انه هي غير حقيقية وفي الاخر يتقال على مسئوليتي يا جماعة اللي بيحصل ده يستدعي حساب وحساب عسير ويستدعي ان الشخص يقيم اللي هو بيعمله لان الموضوع ما بيعاش وجهات نظر ما اختلف ونتطفق اهلي وزمالك ونتكلم في حقوق النادي الاهلي والزمالكوية يكلمه في حقوق نادي الزمالك ده دور الاعلام ولكن المهنية لا تسقط وانت بتعمل ده واذا سقطت المهنية سقط كل شيء والبعض اعتقد انه فعلاً سقط عنده كل شيء نروح برضو لنقطة مهمة فيما يخص السوداسية اللي اخرجت كتير جداً من الكلام الغير حقيقي اشتركوا في القناة